43 دقيقة بعد العشرة صباحا نفتح ملف فخر للنقاش مصالح والحماية أو الأرصاد الجوية تتواصل تحذيراتها درجات الحرارة تجاوزت المعدل الفصلي بشكل غير مسبوك أمام هذا الوضع كيف يتم التكيف والتأقلم على التغيرات المناخية التي يمكن أن تصبح مزمنة هل حان الأواني تطبيق التوصيات الدولية للحد من الظاهرة وحماية المحصول الفلاحي هل حان الأواني إيجاد حلول لحماية المخاصيل وقبلها أيضا إيجاد حلول للفلاح الذي تتجاوز الأزمة نطاق مسؤوليته الحديث أكثر ينضم معنا الآن وعبر الهاتف الحاج جلالي أمين وطني مكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائري أهلا بك معنا سيدي مرحبا السلام عليكم سيدي السلام عليكم وشكرا معك أهلا بكم سيدي تأثيرات الاحتباس الحراري قد تجلت تداعيتها بوضوح خلال الأيام الفارطة من خلال ارتفاع القياس لدرجات الحرارة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 درجة مئوية إضافة إلى تراجع منسوب مياه السدود كما على بالك سيدي حتى جفافة في بعض الولايات بسبب ندرة الأمطار في الأشهر الأخيرة لما يشكل تراكمات تم بإشكالية مناخية كبرى ستعرفها للجزائر كيف يمكن التخفيف من تداعيتها وهل حان الأوان لاتخاذ التدابير الاحترازية الاستباقية أولا شكرا سيدي الفضل لهذا الموضوع الحساس اللي هو راه اليوم أنا البارح اليوم البارح كنت انتبع في قناة دولية اليوم راه الرعب قابض العالم بهذه التحولات المناخية والشي اللي رايسنا في القطب الجنوبي الحرارة اللي ارتفعت حتى في القطب الجنوبي لكورة الأرضية إذن اليوم سيدي احنا عندما نتكلمه على الظروف تعال انتاج الظروف تعال قطاع الفلاحي الظروف تعال فلاحين في ذل التحولات المناخية اليوم نعطي كنتر سيدي عندما نشوفه الموسم اللي رأنا فيه اليوم تعال حبوب يعني احنا مشينا فيه في السنة الماضية في الموسم هذا اللي راه رايحه يخلاص الطريقة جد وعادية وإذا بينا نصبر وحدنا في جفاف قاهر في تدابير خاصة لإنقاذ بعض المنتجات الاستراتيجية وليس إلى ذلك الفلاحين اليوم كلهم رميع عارفوا يقول لك العام توخر يعني اليوم احنا لانطلاق الرسمي تحولة الحصاد كنا بكرين نديروها في أواخر مال أضعف الإيمان نديروها في البرميج جوان اليوم درناها معظم الولايات مشينا في الـ 15 جوان معنتها نهار اللي كانت كنا نستحقين الماء كان جافاف نهار اللي ولينا رايح اللي رحصة يعني المساحات اللي سقيناها جاتنا أمطار راهيبة اللي وصلت وين نبتتلنا بعض الأعشاب في وسط الزراع يعني في وسط الحبوب وصبحنا نزيد ونستنو مدة معينة باش هذا كالشيش اللي نبتت جديد يعاود ييبس لأنه لو كاننا حصدوها كذاك الفلاحين يعارفوا هذه العملية يصبح ذاك المنتج اللي سكيناه وتعبنا عليه يطلع معاه الشيش الخضر يتسدنا كله يعني إعادة النظر في رزنامة النشاط الفلاحية أصبح حتمية يعني لابد من تصريح استراتيجية فلاحية جديدة يعني وفقا للمتغيرات المناخية وإعادة النظر في هذا الشيء حتى في موعيد الحرث والبدر والتطعيم والحصاد وغيرها يعني بارك الله فيك شوف راك رحت للموضوع اللي كنت راح نقوله وانا انت راك قلت وجدك الله خير اليوم إعادة النظر عن طريق عن مكاتب الدراسات عن طريق الجامعات عن طريق البحث العلمي يعني اليوم استعمال كل الوسائل المتوفرة اليوم ما صبحناش عندنا المواسيم التقليدية اللي نعرفها ملي خلق رب العالمين الأرض آدم حتى لليوم الفصول الأربعة راح أصبح اليوم أندي كالاش أصبح اليوم المارة يجي كموش في وقته الشمس تجي ماتش في وقتها اليوم إذا تدابير جديدة فيما يخص تخزين المياه وفيما يخص استعمال المياه للرأي الفلاحي مستحيل سيدي نبقه في الطريق بو اليوم أنا نقول هلك ونعود هلك وأنا مسؤولة لكل متاعي عدة زراعات اللي اليوم راي تخضح إلى التقطير يعني بكمية قليلة نسقو مساحات نعطيك مثال الطماطم الصناعية اليوم مية بالمية بالكوتاكوت عندنا بعض الفواكه روحوا مثلا للدلع ولا للبتخ ولا للكوت يعني كل الزراعات اللي راي داخل البيوت التلسطيكية راهي بالكوتاكوت ولكن اليوم ما زالونا زوج مواد أو تلك مواد استراتيجية اللي عندنا المياه يكلهم بالذات هو الحبوب الرش المحواري البطاطا ما زال ما صبنا لهاش الكيفية انتحها بالتقطير والبصل والثوم هذه الدراسات التي لازم نطورها حسب المعطيات الجديدة لازم نروحوا للزراعات الاستراتيجية ما يخفش عليك سيدي الفاضل اليوم السيد رئيس الجمهورية يتكلم لك يتكلم لك على الحبوب توفير 90 مليون قنطار اليوم الدولة دارت الخطوة الاولى تاحها وهو عطات مشاريع كبرى يعني في تاريخ الجزائر ربعة وربعين ولاية ربعة وربعين ولاية رئيس تفادك مصطوام يعني دوكسيلو تأكل الولاية عندها مليون على الاقل ما عندها تحذير المنية التحتية للتخزين اذا اليوم نتوجه للانتاج الانتاج الروحو ما يسلكنا الا القيطاع يعني المنطقة الجنوبية اللي تتوفرها اللي تنتح وهيج فيها الاراضي الشتيعة فيها المياه فيها الشمس اليوم لابد من توفير اموال ضخمة لانه هذه الحبوب اصبحنا اليوم ما نقولوش شعل تسوى البارح راي ناضح حرب عالمية على الحبوب في المنطقة على البلطان اللي كاين الحبوب عند روسيا وكاين الحبوب عند اوكرانيا ولكن يشكون اللي راح يحولها في المواخر نتيجة الوضع الدولي اللي راتب اذا المأمن الواحد انتعنا وهو اتباع الطرق العلمية وباش نوفر هذه المواد التراتيجية اللي راي تأثرت الطريقة جد ومباشرة مع التحولات المناخية فضل فيها ونتحثوا دائما على الحلول مواجهة يعني مشكلة ارتفاع القياس لدرجات الحرارة هذه الايام الحاج لابد ايضا تغيير بعض السلوكيات يعني اللي وردها الفلاح منذ بداية تعهده بالنشاط الفلاحي اليوم الطاماطم الصناعية 53 درجة في عين دفلالو البارح 53 درجة الطاماطم الصناعية تنقل على الربعة ونص وكي تولي ثمانية مساك اللي يروحوا ويرقدوا ويعاودوا ويولوا يخدموا على الستة على شواء الخمسة ورستان لابد اعادة النظر في الرزنام ايضا في التواقق وكذلك انا كتكلمت انتهي اليوم شح المياه و53 ولا 49 درجة يعني شوفي لنروحوا للسدود التبخر جات التبخر جات لانه التبخر يمشي معه القوة على الحرارة اثنين المياه ناقصة اثلاثة حتى العنصر البشري يصبح ما يقاومش اذا اليوم هذا الستراتيجية كلها رايحة تدخل في الدراسة العلمية التوجه الفلاحي يعني اللي راعي هذه الخصوصية اليوم عندنا اليوم عندنا كذلك سيدي الفاضل مثلا في الحبوب الحبوب كان عندنا كان عامة هذا القضاء الله تبارك وتعالى جفاف وانقذنا الشيء اللي انقذنا لإعلام المواطنين فقط المال اللي كان عندنا المياه اللي يطاتوا ان الدولة من السودية كثير خيرها او الناس اللي عندهم المال قبل مال الصندات كما يقولون بالعامية استعملناه سلط ما حاصل الحبوب البطاتا والاشجار المثمرة والطماطم الصناعية ما حبيناش نخليه المنتج تعنا يضع وعندنا الصناعات التحويلية اللي نديروا بها المخزول السراتيجي نتعنا في الصناع في الطماطم وكذلك حتى اليد العاملة والقيمة الموظفة ما خليناها اجزع مننا اليوم بارك الله فهمنا من كلامك السيد الحاج على لي أنه حان الأوان لتأخذ الأبحاث العلمية يعني الإطار في عملية تطوير وحماية النشاط الفلاحي وأيضا إيجاد الحلول الاستباقية لإحتواء أزمات طارئة أو كيفية مواجهتها يعني على المدى القصير والمتوسط نتحدث على الاحتباس الحراري أيضا تعيشه الكرة الأردية اليوم لا مفر من دراسة العلمية التي تعطينا حلول وكذلك لا مفر من أي كميقروب العامية سيد الفاظل أي جغمة تعمل لابد أنا اليوم نعطيك مثال حيوس معني مليح واش نقول لك من المستحين نبطاو العامل الإيفاد طاحتنا الأمطار 20 يوم طاحتنا أكثر من 400 مليمتر يعني المنسوب تعالعامل كمية تعالعامل طاحتنا بعشرين يوم كل الوديان تعالجزائر أكبر ويد في الجزائر شلف وهو جاء يعني في بعض الحقول لا مدرمات رياض بعض العاقلة تشردها على عشرين يوم كي خلصت الأمطار عاود ولا هذا الماء راح للبحر وصبحنا ما عندناش اليوم وينجراها الماء لابد من تدابير للحفاظ وانا ندينوا الحواجز المياه اللي بتح لابد باش نحكموها ونسقو بيها في الوقت اللي نستيع ولابد أيضا من تكثيف الحملات التحسيسية سيد الحاج والتوعية لصالح الفلاح حول كيفية التعامل مع مثل هكذا طوار الحملات التحسيسية لاقتصاد المياه هو التقنية لاقتصاد المياه الحملات التحسيسية سيد الفاضل ملاحة ولكن في غياب قوانين قرش في الغلثان الإنسان اللي ما يريد نعلم بليس يكون القانون قدامه شكرا جزيلا لك الحاجة على لمكالف الإعلام باتحاد الوطني في الأحين الجزائريين كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك مع السلامة اشتركوا في القناة